وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لضبط الأسواق وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 126 قضية تموينية بمضبطات أكثر من 483 طن وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 218 طن السلع غدائية 35 ألف عبوة زيت وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 1.9 طن سكر في مجال البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغدائية تم ضبط ما يزيد عن 262 طن و18 ألف عبوة زيت